إلى حالة التقص في البلاد حيث أفادت الطوارئ الأوكرانية أن أكثر من ستين قرية ومدينة في خمس مقاطعات باتت ليلة أمس دون كهرباء بسبب الثلوج الكثيفة والعواصف وهرعت على الفور فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة وما زالت تبذل جهودا لإعادة إمدادات الكهرباء وكانت بلدية كييف اتخذت قرارا بتقييد حركة الشاحنات في الطرق الرئيسة في المدينة وزجت إدارة المدينة بأكثر من ثلاثمائة مركبة بإزالة الثلوج المتراكمة على الطرق كما تم نشر ما مجموعه مائة وثمانية وعشرون ألفا من المركبات والمعدات الخاصة في جميع أنحاء أوكرانيا وحذرت السلطات السائقين من قيادة المركبات في هذا الوقت واستعمال وسائل النقل العام لتفادي الازدحامات المرورية نرش الملحة مادام الثلج تساقط ليسهل على الناس المشي على الطرقات بعد ذلك سنقوم بتنظيف الطرقات من الثلج باستخدام الجرافات الآلية واليدوية أقود السيارة منذ خمسة أو ستة أعوام لا أخاف أبدا المهم هو التقييد بحدود سرعة ثلاثين أو أربعين كيلومترا في الساعة وليس خمسين وابقاء مسافة أمان مع السيارات الأخرى والأفضل من كل هذا ركن السيارة أمام المنزل والتنقل بالمواصلات العامة